نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 بنعيها أوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء مشيرة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية